ميليسا التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي وفرحت الكل باستجابة ندائها من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وين كان أصدر أمر بالتكفل الفوري بها نوك شفنا ميليسا يعني كانت دائرة دجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكان الكل مضامن معها وكل تفاعل معها بهاشتاغ أنقيدو ميليسا وهذا هو الدور الإيجابي تعمى مواقع التواصل الاجتماعي إيمان يعني لو يلعبوا دور كبير في المجتمعات زينا دونك تسمع الصوت التحا وين كانت حتى هي ظهرت فيديو كانت تحكي عن المؤاناة التحا وكيما قالت هي قالت بلي أنا خلاص عيت مدياليز يعني رغم صورة سنها مرض التحا ما تقدرلوش وحدة صغيرة بها يعني وحدة كبيرة وما يقدرلوش وصول كلاوي أكيد ربي نشفي جمال المرض ناشاء الله ويشفي ميليسا دونك يعني كانت طالبة باش يسهلوا لها في التأشيرة ولبالها لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لبلها النداء التحا ومين كانت ظهرت فيديو آخر شكرت فيها رئيس تعنا وقاتلوا عميت بون شكرك وربي يخليك لها ان شاء الله ومشاء الله عليها الطفلة يعني كيفش تهدر ما شاء الله ربي يحفظها لولديها وربي يرجحها سلما ان شاء الله يعني شفنا بليتضامنوا الكاتين معها حتى في الملائب يعني هي محبوبة أنصار مولودية الجزائر محبوبة كل الشعب الجزائري شفنا حتى في الملائب كان في الملائب يعني الكل كان كان بصوت ميليسا وكانوا يطالبوا بالتأشيرة لميليسا وحتى فنانين كبارت ضامنوا معها وحتى لعبين كورة القادم نشوفوا بعد التعاليق على هذا الحادث تعاليق الأول اللي كان من ياسين صحراوي الحمد لله يا رب الحمد لله ان شاء الله اعتبرها هذه الطفلة وتعود أحسن بحول الله باديس اللي علق بالحمد لله هذه هي الجزائر الجديدة تحية تبون ربي يشافيها ويعافيها ان شاء الله آخر التعاليق اللي كان لآمل اللي علقت بالحمد لله ربي يشافيها ويعافيها ان شاء الله نكمكاش لما سمعش بقصة ميليسا وأميران تيتاني نظر أن نسمعتي بها والضيفة الكريمة